رسالة التضامن التي تخرج من القيادة والشعب المصري لمين؟ لسوريا وتركيا احنا عارفين ان هناك هذا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فيه 6 فبراير اللي احنا موجودين فيه هي كارثة انسانية بكل المقاييس وتستوجب التضامن من كل الانسانية كل المجتمع البشري مع شعوب البلدين رسالتنا التضامنية المصرية كانت واضحة من اللحظات الاولى ونقل هذه الرسالة بنفسه وصفته وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري وده ضمن زيارة انسانية التقى خلالها برئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السوري وفي اول زيارة لديبلوماسي مصري من عشرين حداشر التقى السيد سامح شكري بالرئيس السوري بشار الاسد ونقل له رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين في مواجهة آثار الزلزال واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سوريا ومصر من ناحيته الرئيس السوري بشار الاسد اعرب عن شكره لمصر لما قدمته من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في اغاثة المتضررين من الزلزال واللي وصلت لحد دلوقتي تقريبا لأكتر من 1500 طن مساعدات ومهمات اغاثية الى اخره ونوه الى ان سوريا وشعبها ابدا لن ينسوا ان مصر لم تعامل السوريين اللي استقروا فيها كلاجئين بل بالعكس احتضنهم الشعب المصري اكد وزير الخارجية السوري فصل المقداد خلال استقباله لسيد سامح شكري وزير خارجيتنا ان قيادة مصر وشعبها لعبوا دور كبير في مواجهة النتائج الكارتية للزلزال اما في تركيا وفي زيارة ايضا هي الاولى لوزير الخارجية المصري منذ عام 2013 سلم وزير الخارجية السيد سامح شكري نظير التركي مولود شاوش اوجلو الشحنة السادسة من المواد الاغاثية المصرية المقدمة الى تركيا واللي وصلت لحد دلوقتي لحوالي 1200 طن من المساعدات الانسانية بدوره وضح السيد سامح شكري ان الزيارة التركية تهدف لنقل رسالة التضامن والمواساة للشعب التركي جراء كارثة الزلزال واشار ان مصر هتبزل كل جهد للوقوف بجوار الاشقاء الاتراك وبيؤكد وجود علاقة خاصة تربط الشعبين المصري والتركي